السلام عليكم أعزائي الكرام. كيف انتم؟ كنتمنى تكونوا باخر وعلى خير وكدوزوا العطلة ديركم في أمان الله وحفظه تحياتي للجميع بدون استثناء داخل الوطن أو خارج الوطن ومرحبا بكم في قناة حكاية ريمة المغربية أخوتي أخواتي لأول مرة تشاهد قناتي لا ينساني من دعمه باللايك والاشتراك وتفعز الرجاص طبيعة الحال لكي تصلوا بكل جديد لا تنسوني من التعليق الذي كان أحمق عليها صراحة كان فرح كثير من الذي أرى التعليق وفي طبيعة الحال اشتركوا يا أخوتي اشتركوا على قد ما قدرته لكي تكبر القناة وتكبر عائلة حكاية ريمة المغربية أنا محمد ثمانية وثلاثة سنة اليوم شفت هيبة مع ولدا وتفكرت كل شي اللي دز هدي ثنين بيني وبنا أجي نعود لكم كيف كنت كنبغيها واحد صباح شفت هيبة قد لها صباح الخير ردت لي صباح الخير أخي محمد هيبة كانت منتم زيونا بزف بريفة حنينا وحشومية كتكرة في الباق دارهم ناس مزيانين بزف كل يوم كن هبط معي السبعة كنعمل سباب صيارتي باش ننزل معاه با قط قط عمرا ما كانت كتكتر معايا الهادرة غير السلام وصافي وأنا كنحاول نعبر لأني معجب بها غير بالنظاراتي حتى نوحي الصباح يلا هبط بغيت نضي ماري الطنوبيد وهي تطلن من الشرجم أول مرة كنشوفها طلقة شعرة كنكي سحب لا ما كان حتى واحد حتى كان ذيك الساعة ستة صباح كنت ساهية أنا بقيت واقف حتى شوشت فيها مزيان ما سختي نحايد عيني منا شوية قلت معا راسي يفت لنتي بهديالا وأنا نخدم السيارة هي تلفتت شافتني دفلت بشري والنهار كامل ما شوفتاشي فيه شوية بشوية ومع المدة حسيت حتى هي معجبة بيا بقينا كنت كل مغرب العينين مدة عاماين كل الصباح هيك تحل الشرجم بش تشوفني وكانت ملكة غيم والله حتى قلبي كنحس بك يتقطع حيت ما شوفتاشي المهم أنا فيه دفو وهو كان شربه نفسد الحمد لله ما يسر الحل المهم بقيت كل نهار كنحاول ناخد الرقم ديالا ولكن بلا فايدة ما بغتش تعطيلي حتى نوحد الليلة تختي مريم عندي محمد أم محمد عفاك أخي أعطيني التليفون نعمل واحد مكالمة للمان غير نهيبة بنجير أنا مقدرتش نمشي عن دليل هذا واخا هاك أنا بغيت نطير بالفرحة هيبة ومريم أختيه كانوا صحابات ضلنا كلهم عزيزة عليهم هيبة مريم إذا سألت تعطيني التليفون بغيت نخرج واخا قطعت وعطتني التليفون أنا غير خرجت قلب التليفون خافت تكون مسحة رقمة المهم ما مسحاتوش صافي قلت بلا ما نتصل دابا باش ما نعيقش عليها مشيت خرجت كيف العادة الصهير والبنات والشرب ولكن هيبة والله حتى كانت كتبا لي غير هيبين عيني رجعت ندر ترى بعد الصباح كيبالي الضود البد هيبة شاعل وننقول شكا تعمل في هذا الوقت بقفاي قلت مع راسي أليش من صوني شي عليها وخل نسمع غير صوتها داك الشي لي كان صونيت المرة اللولى ما جاوبت شي عاوت صونيت وهي تجاوب سلام عليكم سلام عليكم أنا بغيت غير نسمع صوتها صافي شوية خرجت من سيارتي ودخلت ندر وانا مقرر باللي عن تتصل بها في الصباح فيقت دوشت بدلت حويجي وخرشت ديك الساعة شوفت هيبة واقفة قدام بب درهم هي كانت محجبة ومزيونة المهم كتبال ليك في حال ما لاكو صافي مشيت قلت غاوت نتصل بها دابا ونصوني لها السلام عليكم ردت علي وعليكم السلام شكو معايا أنا محمد خهادي المريم شنو حب الخاطر أخي أنا بغيت نهدر معك ضروري فايش بغيت تهدر معايا صراحة نوي المعقل وبغيك في الحلال كنظن لي كيبغي الحلال كيجي من الباب ماشي مش شرجم آه اسمحني بززاف عندك الصح وقطعت حسيت بها صار ما في كلامه خفت ما تقبلنيش المهم مشيت نخدمتي وخا هادك النهار كنت مرفوع نماشي في هاد العالم صافي ساليت خدمتي وجيت نتدار كيف حال كوني لا بغيت نخرج شوية أنا نقول مع بالي نجلس نتفرج في ودي أب ولكن عقلي عند هيبة شوية وهي تدخل الوالدة قتلي محمدا والدي بقي ما بغي يديك الله وتزوجها والدي ركبرتي شنو كتسنة واخا المويمة دابا ربي سهل آه بلحف شنو عاس معاصي أنا حتى واحد ما كان عارف كان شرب حت وليفت نشرب من اللي كان عندي 16 سنة الوالدة مشيت نعاس وانا نصوني على هيبة قتلة بغيت نهدر معاك وانتي نهه غير سمع كلامي عافك ردت عني وقالت هيبة أنا كن بغيك وبغيت تجمعني بك علاقة حب والله كن وعدك حتى نزوج بك المهم واخا حتى أنا معجبة بك شنو عان قول لكم أخوتي والأرض ما هزتني شي والسماء ما شدتني شي من قوتكم طائر بالفرحة وانا غارق في الفرحة ديالي وهي تقول لي سمح لي دابا غادي نعس ردت عليها تصبحي على خير يا أجمل مالك صراحة أخوتي عمري ما بغيت شي بنت كنت عايش حياتي بالطول والعرض المهم هذه الليلة نعست فرحان غير فقت هذي التليفون دخلتني الواتساب لقيتك ندخل مع الربعة ونلقل هي أصلا كتفق مع الربعة دائما ولكن ما نعفع لاش صافي نوت دوست خرجت ناشط فطرت ومشيت نخدمتي تاصلت بيها السلام عليكم وعليكم السلام سمح لي صدعتك لا ماشي مشكل لكن تابع خير أنا الحمد لله ما دمتي لنفحيتي الحمد لله ونشكره ممكن سهلك علش كتفق مع الربعة صباح دائما اه انا كان فيق نقيم الليل وكنصلي فجر علش انت ما كتصليش شوف انا غادي نعاود لك كل شي صراحة ما كان صليش وكنسكر وكنفسد ولكن هاتش حتى وحن ما كيعارفو ومن غيرك انتين بوحدك دابا الله يعفو عليك ولكن هاتش ما مزيانش وإذا بغتت تكمل معايا خصك هاتش تحيدو اوكي علاق بلقنا غادي نتبدل ونكون راجل بمعنى الكلمة ان شاء الله المهم نخليك خصني نمشي نوجد راسي في اماني لني وحفظي اه غادي نعاود لك نتصل بك صافي؟ ان شاء الله صافي ماشي تكملت قدمتي وجيت ندر مع الربعة العشية ان عاست؟ من اللي في قدوش قد كنت فرش في البارسة غيرت سيلة المتش ولا ان كلان سيارتي تصلت بهيبا حيتش ما تنبغيش نتصل بها وسط النهار ما بغيتش نج بدلها صداع صافي بقينا هكك دائما انا يوميا كانت تكلمو حتى الربعة السوايع كل ليلة ما بقتش كان فسد وصحابي لاحظوا انني تبدلت ولكن ما عرفوش السبب ما كان حتى واحد عرف بعلاقتنا وكنت كان قول لا اذا شفتيني ما تسلمش عليها او لا ادخل مضطر حتى امشي انا عمرنا ما تلاقينا برا انا ما كان بغيش ما بغيتش شي حد يقول عليها شي حاجة حيت محترمين في الحومة كنت كان غير عليها بزاف والله العاطم وكان موت عليها موهم كنت كاري واحد دار كمشي ولانا وصحابي ولكن من اللي عرف تهيبة وقلبها طيب ما بغيتش نخونا وليت كمشي ندار نبقى غير نهدار معاها صافي اتفقنا على كل شي في حياتنا عمرنا ما دابزنا كنت دائما كانت تتصل بيها وكنت من اللي كان عبقلا كالسونالية كان قطع عليها وكانتتصل وكان قول لا انا عبقتلك بس تهدار معا صاحبتك اما انا هو اللي كانت تتصل بيك صراحة كانت مقادبة وبقت حتى بدلتني ولو صحابي كي قولوا لي الحب ولي كيعمل هيدا قلت لهم اه فرحت حيات ما بقت شي كان شرب او كان نفسد وليت كنفكر في المستقبل اللي هو مع هيبة صافي من اللي قدت اموري مشيت عند الوالدة الميمة واتي وحشتك الله يا وليدي اولا وجهك منوار بغيت نهدار معاك في احد الموضع الله يسمعنا خبر الخير شنو يا وليدي عايط على مريم حتى هي بغيت كون بجوش تسمعوني مريم اجيب انتي بغيتك نعم اماما خي محمد ولي تكاشوفك تقلس معنا في الدر بزافة ما بقيت شي كتصار بغيت نقول لكم قررت نزوج قلت خليني يشوف شنو في بالهم واش حاطين عينهم على شي عروسة الله يا ولدي فرحتيني خي انا عندي العروسة عندي العروسة ديالكم زيونة وحدقة وعزيزة عنينا كلنا وحتى دارهم الناس مزيانين وهي اللي عن ضباها انا مع بالي يكون هاد الملك اللي كتوصف فيه مريم هي حبيبتي وهي تقول هيبة بنت الحجارنا قلت للا ما كنعرفوش المهم انتو ما شوفوا مع الناس وديك الساعة نشوفها الله يعمل لي فيها الخير انا كنت غادي نطير بالفرحة لان دارنا اختاروا نفس البنك اللي كنبغيها واتصلت بهيبة وقلت لا اتحضرنا باللي كان ولكن ما وفقوش صافي بدا تكاتبكي وقطعت انا كنحاول نتصل بالزد حتى جاوبت صافي دردك الشي اللي بغى وداركم والدك ومن الوالي ارا غير كنضحك معك الهبيلة كنموتها لكي احسن حاجة وقعتلي في حياتي صراحة انا دبصح وعدتان تغير والخطبة ما كنت شي كنت تفلى عليها كنت كان موت عليها كنت بالنسبة لي لي هو اللي كانت نفس دوزنا غير 6 شهور باش هضرنا مع بعضنا حتى جيت خطبتا عيطت لاختي وعملوا الوقت اللي عايجي وعندهم فيه من كدبش عليكم كنت حاس انني صافي خديت الدنيا وما فيها اللي كانت منه كامل وصلت له صافي خرجت وصلت نصف سيارة تصلت بها هضرنا شوية وفي الاخر قتلة ما تبقىش يتفكري بزافة الحمقة انا كنبغيك صافي وقطعت مشيت نخدمتي صراحة كانوا البنتك يحمقوا عليا حيتاش كان عندي حقين بنزين ولكن انا كنت كتبين لي غير هيبة شدكني بالاحترام ديالا المهم جيت نضر في العشية كان القى غير خواتاتي الاخرين اما مريم والوالدة مشاون ضرهيبة انا عندي ربع ديال خواتات الله يسمح له مصافي جاتي اما فرحانة ودخل الوالد السلام عليكم كيف عاملان والد؟ الحمدلين لها ولدي ايو الحجة كيف جاتك العروسة دولدك؟ ما شاء الله غزانة ومصوابة حتى اما همرة خوها ضريفين بزاف الله يكمل عليك بالخير والدي وانا نقول له امين اما والله حتى فرحة من اللي اخترته لمرتي هو يقول لي الوالد صافي حتى انا نمشي نتصل بالحاج ونقول لوفقاش نمشي عندهم المهم حدوا المواحد وداز كل شي مزيان صراحة كنت طاير بالفرحة ما كنت شعارب اللي هذه آخر فرحة في حياتي ما كنت شعارث ان حبي وحياتي غد يضمرهم لي همه وخواتاتي صافي نوت في الصبح فرحان نشطان تصلت بالحبيبة لنشوفها كيف صبحت هدرنا شوية وقطعنا هي كانت مشغولة وهنا بدأت المشاكل الناس دي لحو موسقوا الخبار وهي تبدأ الهاضرة أرى كانت معاه كانوا يخرجوا كيتساراوا مع بعضهم شوفناهم مع بعضهم وأنا أقسم بالله عمري خرجت معاها والأطلقت بها وربي شاهد على اللي كان قول كل شي كتر أما واحد بنات جيران اللي كانوا مصحبين مع أخواتاتي غير علام سبتي بغاويت تردقوا وأنا وعيطوا لي في الخدمة ويقولوا لي راما مزياناش وكتعرفش حامن واحد وبزاف من هالكلام أما أنا كنت عارس حبيبتي خليتهم يهضروا في واحد نهار تصلت بيا صاحب تدهيبة اللي هادي خمستاشر سنة وهما صحابات وهي تقول لي ما عندك ما تعمل بيا هي وشي ابن الدجيران أم اللي مخدو مني والو لاحق لباطل دازو عندي ما وخواتاتي عمرو المراسم زيان ولكن للأسف سمحولم جاو عندي اخواتاتي كيقولو شوفونا شنو كتقول على هيبة الرجيلان كيقولون ماما أنك ممزين شو كتفسد وبقينا هاك داك على داك الحال حتى قتل لي كان صاحب تادي الهيبة هي اللولا قتلي ما عندك ما تدير بيها صافي صافي بقيت في داك الهاترة لمدة الشهر وانا وهيبة وصت صراعات على أساس شهر الداخل نعملو ضرب صدق عطيت نختي الفلوس باش يوجدو كل شيء بالحق هما كان في بالهم حاجة آخر صافي حتى نوح نهار تصلت بيا هيبة وانا كنت في الصدمة جاوبتا السلام عمرين لا بس عليك لا محمد تصلت بيا يمك وقالت من لديك الخطبة راما مننا والو حيث والديك يبغي بنت آخر وما يقدرش يتزوج بيك وهنا كانت صدمتي لأن هما قالوا لي والو حتى الوالد مفق باروش وهما ما عارفيني شي كنهضر معها صافي سكت وانا نقول له حبيبتي غير صبري وما تقول والو انظركم انا غادي نهضر معاهم ولكن اما وخوتي كانوا مطورات بساة مشوا عندي اما هاد هيبة وقتل اما بني والديك يبغي واحدة اخرى وبنتك الله يسهل عليها ان هاد الشي عودته لي غير هيبة اما هما ما قالوا لي والو وحتى ابا ما فخ باروش والله العادي ما اخوتي بكيت ما قرأتشي نتاحر هيدا زي تمود دا عاد قتلي هما الخطبة ما بقتشي منا من اللي سولتهم قالوا لي البنت ما بقتشي بغيك هنا قلبي وقف واللي تحير وقلت نسيسهم حتى يتراجعوا بديني تنهضروا نوهيبة على اساس دارنا غادي تراجعوا بقينا تلتو شهر تنهضروا ابا هام اللي عرفش انه قالوا الناس على بنته قرر يبدل سكنة ودك شي اللي كان واللي تكن تتصل ما كتتجاوبش فوحب نهار تصلت وقتلي محمد انا وياك وصلنا نطريق مسدود اعمل دك شي اللي بغاوداركم والله ينخلصوا على الشي اللي عملو فيا انا وياك كيفش؟ كيفش يا هيبة؟ شنو كتتقصدي؟ بغيت تخلي عني يا انا عمري ما بغيت شي بنت حتى بغيتك وانا كان واعدة اذا ما تزوجت شي بك عمار شي بنت ما هتكون في بلاستك قطعت وكانت هديك اخر مرة كنسمع صوتها كنت كل نهار كنت تتصل وكنقلب على دارهم ولكن هي بقلت النمرة عمري ما بكيت على شي بنت حتى بكيت اليها صافي رجعتنا عويدي واكتهار وليت ما كان باتش في الدار ويما اخواتاتي ما بقيتش كان هدار محاهم بقيت كنت عدب وباقي كنت عدب اما اختي مريم وحن نهارت حرقت ويما شدة كريز ديال القلب وانا نقولهم هادو كدبنو بغير ديال هيبة اللي حرمتوني منا تصدمت الوالدة وقتلي شنو كتقول قوت لابلي عارف كل شي واحتى ذاك الشي اللي كان بني وبينها دازت شهور وشهور وانا غير بين الشراب والدخان والصهير حتى الصباح طمرت كتار هي مني وصلني خبارا باللي تزوجت تأذمت واللي تغير البارو الصهير واللي تكن دخول مدر كنغوت ونحيح كل شي ولك يعرفني كنشرب عياو فيا باش نتزوج ولكي شديت الموس وقتلهم النهار اللي غادي تفكروا تزوجوني غادي تجبروا غير جد تديالي وضربته يدي بالموس عائلتي بقى مصدومة فيا وندمو بزاف ولكن بلا فائدة سات الفوت أنا ولي همي هو الموت ولي تغير الكاس والدخان ووجهي ولك حل ضعفت ولي جدت هامدة كنت سنا فوقش غير يدفنوني هات شي كامل بسباب عائلتي وكلام الناس ومن بعد أربع سنين ديال العذاب اليوم ما شفت هيبة باقي كمهية غزالة والسبنية ديالة كتزيد زينة كانت معا ولدي الصغير الي كان يقدر يكون ولدي حسيت بدموعي هوادي من عيني حت حرمت من أحسن حاجة في حياتي أبا قررت نسافر في مكان غير أنا والكاس وذكريات هيبة حبيبتي الي حرموني منا نسافر ومن رجعشي حتا يرجعوني جتا ناصيحة أخيرة قبل من ختم قصتنا بغيت أخوتي كل واحد كي بغي شي بنت يتزوج بها ومن خليها شي بعيدة عليه حت ممكن كلام الناس يغير حياتك كلها ويا ربي تقدم كل واحد ذك شي اللي كيتمناه في حياته كنت هدي هي قصتي بس تكون عبرة ليكم وما تحرموش من أعز الناس على قلبكم النهاية نهاية 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 ترجمة نانسي قنقر